أعلنت وزارة المالية آخر تطورات المالية العامة لنهاية شهر تموز من العام الحالي حيث سجلت الموازنة العامة عزاً مالياً قياسياً بعد المنح بمقدار مليار و242 مليون دينار وارتفاع مستوى الدين العام إلى 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة أرقام وزارة المالية أظهرت أن إجمال الدين العام ارتفع بنهاية تموز إلى 33 مليار و400 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وهذا ناجم عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 14 مليار و494 مليون دينار بنهاية شهر تموز وارتفاع الدين الداخلي إلى 18 مليار و949 مليون دينار في عيقالة البيانات إن رصيد الدين العام مع ستناء ما يحمله الضمان الاجتماعي بمقدار يتجاوز 6 مليار دينار ارتفع كنسبة من الناتج المحلي بنهاية تموز إلى 86.4% نتيجة إصدار سندات يوروباوند خارجية بقيمة مليار و750 مليون دولار أما العز المالي المتحقق بنهاية تموز جاء حصيلة انخفاض الإرادات العامة بمقدار 618 مليون دينار وبما نسبته 14.3% عن ذات الفترة من العام الماضي وانخفاض النفقات العامة بمقدار 155 مليون دينار وبنسبة 2.3% عن ذات الفترة من العام الماضي وعلى مستوى الإرادات المحلية التي تراجعت بمقدار 584 مليون و400 ألف دينار في أول 7 أشهر من هذا العام لتصل إلى 3.6 مليون دينار فقد أظهرت الأرقام أن هذا ناجم عن ارتفاع الإرادات الضريبية بمقدار 235 مليار و700 مليون دينار وتراجع غير الضريبية بمقدار 820 مليون و100 ألف دينار الارتفاع في حصيلة الإرادات الضريبية في أول 7 أشهر من العام الحالي ناجم عن ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات 13.2% وضريبة الدخل 6.7% وتراجع ضريبة بيع العقار 56% إضافة إلى تراجع الرسوم والغرامات الجمركية عن التعاملات الدولية بنسبة 6.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي